بما أن من نزلات البرد انتشرت في الفترة الأخيرة تعالى أقول لكم على أفضل عشر أطعمة بتقوي جهاز المناعة ما تنسوش اللايك وسبسكرايب للقناة ويلا نبدأ الفيديو دي أول طعام لتقويت جهاز المناعة هي الأسماء خاصة السلمون والتونة والمكريل وطبعا لأنها غنية بالأمجة سري زي ما احنا عارفين إن هي أكوة مضادة للإلتهمات وتاني أفضل نوع من الأغسية وهي الحمضيات طبعا لأنها غنية بمضادات الأكسادة وفيتامين سين أما ثالثا بقى وهو العسل اللفت وده طبعا فيه شفاء للناس وهو مضادة للإلتهابات والبكتريا ورابع طعام وهو الزينكابيل وده طبعا لأنه غنية بمضادات الأكسادة ومضادات الإلتهابات وبيقدر إنه يحارب الجراسيم والبكتريا خاصة اللي موجودة في الحلق نيجي الخامس طعام معنا وهو التون وده بيحتوي على مركب الأليسين اللي بيعمل على تقويت جهاز المناعة أما ثالث أفضل طعام وهو البطاطة الحلوة وده غنية بالبيتا كورتين اللي بتتحول في الجسم الفيتامين أل وده اللي عن طريقه بيقدر يقوج هذا المناعة عندنا أما بقى سابع نوع من الأخذية وهو اللوس وده طبعا غنية بفيتامين إي والدهون الصحية اللي بتقدر إنه يتعزز جهاز المناعة ثامن نوعه يعتبر أغلبيةنا عارفينه وهو الكوركم لأنه غنية بمادة الكوركمين اللي بتعمل كمضادات أكسادة ومضادة للإلتهاب اللي عن طريقها بتقدر إنه يتكوي جهاز المناعة ونجل تسع نوعه من الأخذية وهو الطمر طبعا غاني بالفلافونويت والكورتونويت اللي بتعمل كمضادات أكسادة قوية للجسم أما عاشر غزاء والأخير وهو السبانخ طبعا دي غنية بالألياف ومضادات الأكسادة كمان فيتامين سي اللي بيساعد على تجديد خلال الجسم وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو متنسوستعملوشير وبيدير